السلام عليكم وأهلا بكم في واحدة من أفضل وأقوى الطرق للتخلص من قفل الهاتف فالطريقة التي أقدمها لكم في هذه الحلقة تتميز بخمسة أشياء لا توجد في غيرها الميزة الأولى هو أنها تصلح مع الكثير من أنواع القفل سواء قفل النمط، قفل البين، قفل الباسورد وحتى قفل البصمة نفسه الميزة الثانية في هذه الطريقة هو أنها آمنة جدا على هاتفك ولا تشكل أي خطر الميزة الثالثة في هذه الطريقة هو أنها تدعم جميع أنواع الرومات سواء الرومات الرسمية أو حتى الرومات المطبوخة أو المعدلة نفسها الميزة الرابعة في هذه الطريقة هو أنها لا تحذف أي من بياناتك وملفاتك فكل شيء يبقى في هاتفك في مكانه الميزة الخامسة في هذه الطريقة هو أنها سهلة جدا ويمكن للجميع التعامل معها كما تشاهدون معي إن شاء الله في هذه الحلقة فإلى التفاصيل أهلا من جديد كل ما عليك فعله وتحميل البرنامج والأدات من الرابط أسفل الفيديو أنا أملك البرنامج بالكامل هذه أداتنا lock screen removal ندخل إليها بعد ذلك مباشرة نقوم بربط الهاتف بالحاسوب من خلال كابل USB أو كابل USB أي أن كان نطقك للكلمة بعد ذلك مباشرة نضغط على start لتبدأ أعمالية ربط الجهازين معاً وبمجرد أن تتم عملية الضبط نقوم بالتأشير على agree ثم نضغط أيضاً على start الآن بدأت عملية إزالة القفل وأولى الخطوات في ذلك هي الإقلاع إلى وضع التحميل لذلك سوف تشاهد معي سيتم إقلاع الهاتف أو الدخول إلى وضع التحميل أو download mode كما تشاهد معي الآن بالفعل بعد ذلك سوف يبدأ البرنامج مباشرة في التخلص من القفل قد تلاحظ بأنه يتم إعادة تشغيل جهازك أكثر من مرة فقط أتركه ولا تقوم بأي شيء فالبرنامج الآن يقوم بعمله وكل ما عليك فعله الآن هو الانتظار بضعة دقائق قليل جداً إلى أن ينتهي البرنامج من التخلص من القفل وإزالته بشكل نهائي إذن كما تشاهد معي يقول لي remove password completed بمعنى أنه تمت إزالة القفل بنجاح وإذا دهدنا الآن إلى الهاتف لنتأكد هل تم بالفعل إزالة القفل أم لا سنجد كما تشاهد معي بأنه تم إزالة القفل ويمكنني الآن استخدام هاتفي بدون أي مشاكل المميز أيضاً في هذه الطريقة كما قلت في النقطة الثالثة أو الميزة الثالثة هو أنها تدعم الرومات المطبوخة فأنا الآن أشغل Android Nougat 7.1 آخر إصدار من خلال روم مطبوخة أو معدلة على هاتف Note 3 كما تشاهدون معي وبالتالي في الطريقة تعمل مع جميع أنواع الرومات سواء الرسمية أو حتى المطبوخة بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه لا شك أنه برنامج رائع جداً وفعال وعلى أمل اللقاء بك إن شاء الله في الحلقة المقبلة دمت في أمان الله